اتكلمنا على فوائد زيت الخروع الفوائد السحرية لأدسامنا لمشاكلنا لجلدنا لمشاكل فروة الرأس للقشرة مع زيت اللوز أو زيت جنين القمح لتكسير نهاية الشعر فوائده جدا عظيمة لأيدينه للأظافر وتشقوقات الأظافر وتكسير الأظافر الدائم وأيضا لخشونة الإيدين فبالتالي وحتى مشاكل الأجزمة أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا منه إذا حصلتوا الزيت الصحيح هذا جنة الأحشاب حلقتين بالأسبوع يوم الأحد على الهواء مباشرة ويوم الخميس على الهواء مباشرة التردد 11-3-3-4 اسم القناة على الريسيفر أور تشينيل الآن تغير اسمها أصبحت أور تشينيل حتى اللي نازل عندهم القناة اسمها أور تشينيل وهاتو الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا بيكي عيني عمي من العراق يا هلا أم بعث لله يحليك عندي ابني ابني طبعا ألو معاك عم بسمعك ابني عمري طبعا يجل كل شيء مع بي سليم جبت صار أمرك مصطعة سنة تمام فمن بعدين شو شوية شوية بعد ما يقدر يعني يمشي بعدين شوية ظهره انفهج لي وراه فهو كل شيء كان ما بي أبدا يعني بس مجرد مشه مرة مساحة وها هي حتى للمدرسة بعد ما يقدر ما في هذا الكلام هذا الكلام ما في ابنك كان طبيعي تسمحي لي اسمع خليها معي طبعا راجعت خليها قلولي ما إلي علاج أيوة أيوة أيش مشكلته ما هو أيش شخص الطبيب أيش مرضه ها قال ظمور بالعضلات المحيطية طيب تكرم معينك أنا راح أخلي الشباب هاي لوجه الله راح أساعدك فيها مخرجنا يعطيك رقمي وبكرة العصر كلميني زين وأساعدك لوجه الله عز وجل يلا شكرا لإلك عمره من طفل صار عمره 15 سنة لا عم بمشي صار عندي ضمور بالعضلات لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يقدرني وإني أساعدها وأحب هذول الناس أنا أحب أساعدهم لأنه إذا بكون ملتزم ويأسان يستفيد بعون الله سبحانه وتعالى إذا التزم لكن البعض بيقول لك لا أنا عندي كرش وعندي أرداف وتريدني 30 يوم أخذ اللومي بصرة ولا اللومي والله ما أتحمل اليوم يأخذ بكرة ما يأخذ آخر شهر يجي يحكي لك والله إني التزمت وهو ما التزم إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفي ابنك أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعطيه الصحة وإن شاء الله تشفيه أنه أحسن هذا اعتبروه أنه طفلكم ابنكم أو أخوكم عز عليكم والله شاب مثل النوارة أو طفل بعده طفل 15 سنة طفل والله ما شاف الحياة ولا شاف مشاكلها ولا همومها ولا ولا إذن الكحة في هذا الفصل دخلين على فصل شوي غريب لكن إذا أخذنا البان الذكر ونقعناه قدر ملعقتين 12 ساعة يعني ننقعه من الليل لغاية الصبح ونشرب ثلث جرعات من الكوب ثلث جرعات على مدار اليوم إن شاء الله أنه بخلصنا من السعال ومن التحسس ومشاكل القحة أو السعال اللي تسموها أو مشاكل القصبات الهوية أو تغيير الجو البان الذكر معروف بخصائصه لمشاكل السعال وإذا أخذنا الطحنية الطحنية اسمها الراشي بالعراق خلطناها بالعسل وملعقة الصبح وملعقة آخر النهر لم يكون حتى لتحسين الصوت حتى مع العسل نعملها ماسك على البشرة وروح وشوفه بعد ربع ساعة بعد ما نغسل ونعملها قناع الجمال والرومانسية وروح للبشرة وهاتي الاتصال هلو يا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن خليفة تفضل يا أستاذي خبير عدة حصوة بالحالب يلا كم عمرك عدة حصوة بالحالب كم عمرك يا أستاذي حوالي ثلاثين حوالي ثلاثين ثلاثين وروح يلا اسمعنا من جهاز التلفزيون كل يوم بناخذ ملعقة من بذور الكتان المطحون اسمها الزريعة لكن في العراق اسمها بذور الكتان وبالأردن بذور الكتان ملعقة من مطحونة ملعقة طعام كبيرة بنحطها بالكوب و بنصب عليها المي الساخن ساخن نتركها ربع ساعة تتنقع فقط بنشرب الماء مرتين باليوم كل يوم إذا أنت شاطر وبدك تتخلص من الحصى كل ثلاث أربع حبات من الفجل حتى بورقه اشتري الفجل و اغسل الورق فبالتالي بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى الاكثار من شرب الماء فوائد فوائد جدا عظيمة لتوسيع الحالب في بذور اسمها بذور الخلة احفظها بذور ناعمة جدا ناعمة اسمها بذور الخلة عند العطارين موجودة في كل الوطن العربي ملعقة صغيرة فقط على كوب من الماء مرتين باليوم لأنها بتوسع الحالب تنزل الترسبات فبالتالي بتستفيد وكثير من الوصفات منها زيت الزيتون ومنها الليمون ومنها زيتونة بني اسرائيل لكن التزم باللي انا اعطيتك اياه يا أستاذ الكريم وخلي التفاح الطبيعي وهاتي الاتصال يا ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله هلا فيك هلا فيك يا أستاذ أخوي معي ألم معي ألم بالظهر أستاذي قبل ألم ظهرك ابعد عن جهاز التلفزيون لو سمحت عم نسمعك من التلفزيون اللي عندك ابتعد عن التلفزيون لو سمحت أو بتوطي على الآخر نعم 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 يلا ألم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندك ألم بظهرك نعم أيوة كم وزنك وكم عمرك وزن ثمانين وعمر ثمانين وعشرين سنة ثمانين واثنين وعشرين مش كثير نعم ليش طيب احنا حكينا انه انه مشكلة السمنة والله يا أخوان هذا ضغط على الأعصاب والعضلات والعمود الفقاري وبتلاقي يكتافك عراض كل الثقل مع راسك مع كله على أسفل الظهر يعني هذه صعبة لكن تكرم عينك التزم باللومي بصرة أو اللومي كوبين باليوم حتى يخف وزنك وبتستفيد من خصائصه أيضا لبدنك لجسمك اللومي له فوائد جدا عظيمة اللومي يا أخوان اللي هو الليموني الناشف الموجود عند العطارين اللي تحطوه على الكبسة والبرياني للي ما يعرف اللومي جننوني الناس شو هو اللومي فبالتالي بنستفيد أما مشاكل الظهر لو أخد جزء من الحلتيت وجزء من الحب السوداء قدر حبة الحمص تخلطهم كل يوم بالعسل قدر حبة الحمص من الحلتيت موجود عند العطارين والحب السوداء قدر حبة الحمص يعني 6-7 حبات لعشر حبات مطحونين تخلطهم مع بعض تعجنهم مع ملعقة من العسل وتتناولها إفطار لعشر خمستاشر يوم بتروح المشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى إذن زيت السذاب ابحث عنه أو دهن الطيون زيت السذاب الأصلي مكتوب عليه زيت السذاب أو البيجن أو دهن الطيون زيت اسمه زيت الطيون بصنعه منه كريم أو دهن أنا بصنع منه كريمي اسمه كريم الطيون ومشهوره معروف لكن أنا خصوصا أو عموما أعطي هذه الوصفة حتى تستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى أو إذا ما وجدتم كلهم بإمكانك إنك تاخذ الشيح موجود عند كل العطارين قدر حفنة تغليها بكوب من زيت الزيتون سخنها على النار تسخين هادة صفيها ودلك أسفل ظهرك مع العناية بالحركة وما تحمل شيء ثقيل لما توقف ما يكون كل ضغط على ظهرك يعني حركتك محسوبة عليك لا تحمل شيء ثقيل لأنه ناس كثيرين بتألموا من ظهرهم وفي ناس ما بتألم من ظهرهم بينزل الألم للفخد من الخلف وبينزل للساق حتى مشت القدم فبالتالي هذه كل مرتاح كل ما تعب بزيادة وهاتو الاتصال إذن حتى مشاكل المفاصل أستاذي الكريم اللي عندهم مشاكل بالمفاصل أنا ذكرت دائما إذا أخذنا الحنظل حبة الحنظل موجودة عند العطارين كسرناها وطبخناها بالسمن البلدي السمن البلدي أنت اللي بدك تستخدمه يعني ما تضحك على نفسك وتروح تجيب أي سمن سمن بلدي موجود في كل الأسواق في العالم في الوطن العربي طبخنا في الحنظل وأنت كم بدك تشتري شيء بسيط أطبخ الحنظل في كسره وصير مثل البودرة قلبهم مع بعض على هالنار رح يصير السمن مثل الزيت ويختلط بالحنظل صفيهم أو ما تصفيهم رح ينيجمدوا بعد شوي ودلك وين ما بدك أسفل الظهر والمفاصل وين ما كان فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى ومعنا اتصال إذن ذكرنا الطحنية مسماها اللي نستخرجها من السمسم إخواننا اللي يتابعونا بالجزائر اللي بنطلحها من السمسم أو بسموها التركية أو أو ما أعرف إيش يسمها بالجزائري مفيدة جدا لو ملعقة منها مع ملعقة من العسل أو دبس العنب أو دبس التمر حتى للأطفال يجوز طفل عمره ثلث أربع سنوات يجوز نعطي ملعقة صغيرة منها بنحسن مشاكل للسعال وجدا رائعة ولمشاكل الفم والفطريات نستخلصها من السمسم اللي هو الجلجلان من أسماؤه الصليت حتى للبشرة نعملها ماسك على بشرتنا يلي عندكو شوائب بالبشرة تعطي نظارة ورومانسية وروح نعم روح صحيحة للبشرة نحس بنظارة نتركها ربع ساعة ونشطفوا هاته الاتصال أهل السلام عليكم أهل السلام عليكم راح الاتصال إذا ياريت إذا تغير مكانك إذا تحكي معنا من موبايل إذا للي عندهم الحكة بدي أعطيكو شيء داخلي إذا أخذنا الكركم وعجلناه بدبس الرمان الكركم دبس الرمان تعرفوا وين ما كان موجود إذا كان أصلي وصحيح بكوب نضع عليه ملعقتين من الكركم نخلطهم بشكل جيد ناخذ منه ملعقة صغيرة الصبح وبعد الغداء بساعة وبعد العشاء بساعة للي عندهم الحكة هذه من مجربات أجدادنا زمان وناجعة بإذن الله سبحانه وتعالى ثلاثة أربعة أيام بنحس إنه نعم خفت بنسبة عالية الحكة في ناس إخوان ما تنام بالليل يظل يحك لما ينزل الدم وجهه ورجله وفخده وين ما كان ما يعرف ينام صبايا وشباب ومثل الوردة فبالتالي هذه إن شاء الله أنه بتنفحهم وهاتوا الاتصال ألو السلام عليكم كم السلام ورحمة الله وبركاته شعنك دكتور خليفة خبير الأعشاب حسن خليفة شعنك دكتور اسمعي إيش اسمك أنت ألو أنت إيش اسمك عبير 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 اي اي أنا اسمي خبير الأعشاب حسن خليفة ما أني دكتور ورحمة أمي دكتور عندي ثلاث أسئلة بالأزحة سؤال واحد يا ستة عندي انتصالات بالله المهم معطيني والحلقات قادمة إن شاء الله ممكن سؤالين يلا تكرم عينك أول سؤال على الغدد الدهنية وين الثاني السؤال الغدد الدهنية الغدد الدهنية وين بالظهر بالظهر ايو بالرقبة كثير كبار ولا صغار كبار لا هي يعني كحيل كبار قديش يعني نص تفاحة لا لا طيب حكيلي قديش كبار يعني السؤال الثاني عندي زوجي نهار كله يعني دائما عنده نحول حتى جسم عينه ما يقدر يشيله من قدمه تعبان وجسمه نحلان زوجك ايه زوجي ايش السبب دائما زوجك تعبان ونحلان ما الطعمي يعني شون ما ياكل يعني لا والله ياكل بس يعني هو تدري به منتسب وعنده دوام ويتعب حالي يتعب بس دائما عنده خمول وتعبان وحتى عينه ما يقدر يرفحه من التعب من التعب بس ايه طيب لو سمحت فحص فحص دمه فحص دمه بل كي دمه نازل غذ النظر عن الاكل بل كي اكله من صحي ودمه نازل بدي يكون في عنده خمول وعنده تعب وعنده اراق واللي عنده نغز فيتامين دال كمان عنده ارهاق وعنده تعب خصوصا الرجال اللي بيشتغلوا بالمكاتب ما يشوفوا في الشمس بدنا نعرف السبب ما هو اذا انت تحكي لي انا بفطر وبغدي وبعشي وبنام كويس ولا ما بنام كويس دعم وينام الحال يعني عنده واجبات هذا شغال يلا تكره معينك هذا الرجال يشتغل يا اخوان في دوام وربما دوام هو متعب ربما يكون عنده خمول وتعب وتشتكي انه دائما تعبان وما ينام طب ما هو اللي ما ينام ما ينام طبعا بدي يصيبه مش خمول وهم وتعب وكل شوي الثاوب وكل شوي العالم مش صاحلة الها النوم الصحي هو صحة لحظة شوي اعطيها للدهن وعطيها بعدين اتصالنا اذا مش مهم والله يلا هات الاتصال وانا ارد عليها اذا انصحك نصيحة لوجه الله قبل ما يطلع على شغل الصبح خذي سبع حبات من التمر انزعي منهم النوع وحطيهم بالخلاط كل بيت في خلاط لنعمل في الفواكه وصبي عليها كوب من الماء وشغليه ويشربه طاقة طول النهار لكن ما تنفعه اذا ما كان نايم صدقيني رد علي اذا تحسب حسابه ايضا بملعقة من العسل على كوب من الماء مرتين باليوم شيئ كنز الزبيب الجوز المكسرات هذه لصحته لكن الاسباب اللي بتخلي عنده الخمول والتعب اما الغدة الدهنية راس من البصل شوي خذي اول طبقة حطيها على الكيس الدهني او على الحبوب اللي فيها دهون وحطي عليها لاسق ثاني يوم شليها دلكي بزيت الخروع لانه ذكرنا خصائصه قبل قليل حتى للغدة الدهنية فوائده جدا عظيمة اذا كان اصلي وايضا مسح بقطنه بخل التفاح الطبيعي خل تفاح اصلي اي غدة دهنية بنعرف شو الخل قيمته للدهون وبيكسر الدهون وما اشبه ناهيكم بديش احكي لكم زيت الزنجبيل وزيوت الاخرى زيت اللافندر لكن اسأل الله سبحانه وتعالى يحمي جوزك ويخليه يا ربي خليك اياه هاتي الاتصال يا هلا انا ااسف انو خليتك على الهاتف السلام عليكم اركم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا مراحب انا مهة من العراق يا مهة دكتور انا عندي ارتفاع في هرمون الحليب انا بنت امري 45 سنة 45 وبنت بعدك نعم عندي ارتفاع في هرمون الحليب اندي وجع في الابط والصدر والاكتاف هلا وجع الابط والصدر والاكتاف ما له علاقة بهرمون الحليب هرمون الحليب بإمكاننا نحد منه ونقضي عليه ونعدله في الميرامية تعرف الميرامية؟ المعدل 45 40 ماشي تعرف الميرامية؟ 52 52 عفو يا مهة ارتفاع الهرمون 52 يا مهة نعم تعرف الميرامية؟ نعم 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 تعرف فيها الميرامية؟ نعم التزمي فيها ثلث أسابيع كل يوم كوبين خذي ملعقة من أوراقها على كوب المي صبي عليها المي السخنة خليها تتنقع واشربي منقوحها مرتين باليوم بأي وقت بدك لكن مش تتغذي وتشربي وراها ميرامية بدك تكوني ماكلة بعد ساعة زمان تاخذيها وبعد العشاء بساعة هذا واحد وجع الأكتاب أنا عندي وجعة في الثدي والأبط إذا عندك وجع بالثدي حط أصابعك بزيت الخروع ومساج خثيف لا تضغطي تتحسني حتى للي عندها العفو الداخل عمال الثونار فحص الثدي ما يقول فقط بارتفاع هرمون الحليب الهرمون الحليب مش بالثونار يبين معاك بفحص الدم أين عم يلا شكرا الله إليك خلص ما عندك شي شي انتي الله يبعث لك ابن الحلال اللي يستر عليك وعلى كل خواتنا وحبيبنا واللي يحبونا وكل وحدة الله سبحانه وتعالى يبعث لها ابن الحلال اللي يظل يبوز في راسها صبح وليل وهذا من النادر طبعا لكن هرمون الحليب والهرمونات بشكل عام لو أخذنا البردقوش مع الميرامية اثنين إذا بكون في عنا لخبطة بالهرمونات بشكل عام اثنين نخلطهم مقادير متساوية نستمر فيهم ثلث أسابيع بفيدو لكن هرمون الحليب بشكل عام إذا هرموناتك منظمة ما عدا هرمون الحليب بدنا ناخذ الميرامية أوراق الميرامية أو قدر حفنة يعني هيك من الميرامية لأوراق الإبريق اللي بنعمل فيه الشاي لما يغلي يصير يغلي نمسك الأوراق ونرميها ونسكر الإبريق ونتفي الغاز وتركوها تتنقع صبي وحليها بالعسل بلاش السكر مرتين باليوم وأسأل الله سبحانه وتعالى يكون فيها الخير وفيها العافية وصفاتي ما بتغنيكم عن زيارة الطبيب ولا الفحص عند الطبيب أنا بإجتهادي إني أساعدكم لوجه الله عز وجل في مجربات أجدادنا ومجربات حيبيبنا واللي كتبنا عنه واللي انشهروا فيه ناسنا وحبيبنا وفادي الناس كثيرين لما ما كان فيه أدوية ولما ما كان فيه أطباء مع أنه فيه تقدم بالطب لكن الكثير من الأعشاب فادت ناس كثيرين خصوصا للفقراء والمحتاجين واللي ممحهم لا يراجعوا طبيب ولا يشتروا أدوية ولا يدخلوا مستشفيات هذا وطننا العربي أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويحميكم من كل سوء موسيقى 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 موسيقى